الفك السفلي أو ما يسمى باسم ماندبل هو أكبر عدمة في عظام الوجه وهي العدمة الوحيدة المتحركة في عظام الجمجمة بيتكون الماندبل من جزءين؟ جزء عمودي وجزء أفقي بيتواجد ما بينهم زاوية بيطلق عليها اسم أنجل أوف ماندبل ومشهورة باسم جونيون الجزء الأفقي من الماندبل بيسمى جسم الفك السفلي وبيكون منحني للداخل على شكل كيرف وبيحتوي في مقدمته على جزء مدبب بيسمى ده غير أن جسم الفك السفلي بيحتوي من أعلى على برزات اسمها مشابهة للبرزات العظمية الموجودة في الفك العلوي والألفيلر بروسيس بتستقبل جزور الأسنان الموجودة في الفك السفلي جسم الفك السفلي بيحتوي على صجب في كل ناحية اسمه مينتال فورامين بيمر منه كل من المينتال أرتري والمينتال نيرف أما الجزء العمودي من الماندبل بيطلق عليها اسم ريمس وبيحتوي على نتوئين عظميين في أعلى النتوء الأمامي اسمه كورونايد بروسيس والنتوء الخلفي اسمه كونديلويد بروسيس بيفصل ما بينهم سطح مقاعر على شكل كوس بيسمى منديبولار نوتش النتوء الأمامي أو الكورونايد بروسيس بتتصل بيه عضلات زي التمبراليز ماصل والمسيتر ماصل والنتوء الخلفي اللي هو الكونديلويد بروسيس بيتمفصل مع الماندبلار فصة الموجودة في التمبرال بون علشان يكون مفصل التيمبولار جوينت ترجمة نانسي قنقر